ليزال الانقسام واضحاً بين معسكرين الأمريكي والغربي من جهة والروسي والصيني من جهة أخرى على الأزمة التي تعصف بكاركاس في الوقت الذي رفض الرئيس الفينزولي نيكولاس مادورو حلاً وسطاً قدمته أوروبا تمثل بمهلة انتهت الأمس تدعوه فيها إلى انتخابات رئاسية مبكرة لم يتوانى مادورو المعتاد أصلاً على اللعب في ألغام السياسة بعد رفضه المهلة الأوروبية التلويحة بحرب أهلية إذا ما أقدمت واشنطن بالتوازم على الاعتراف الأوروبي بغريمه على تدخل عسكرياً في فينزولا على الضفة الأخرى لا يزال غريم مادورو ورئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو يواصل حملته للدفاع عن شرعية البرلمان مدفوعاً بالدعم الأمريكي والغربي له حيث أعلن من منصة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كاركاس أن يوم الثاني عشر من شباط الجاري سيكون حاسماً لتردي مادورو من السلطة عبر حراكه الشعبي لكن رمزية المنصة الأوروبية لا يبدو أنها ستحمل التغيير بشكل أكيد لغوايدو فرغم اعتراف عدد من الدول الأوروبية به بيد أن أوروبا ليست على قلب رجل واحد كما يظهر إذ غيرت من لهجتها التصعيدية واستخدمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لغة هادئة مؤكدة أن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعاً بالسابع من الشهر الجاري في إكوادور لإيجاد حل سلمي للأزمة الفنزولية ويبقى ميزان الربح والخسارة الدولية في تغيير النظام في فنزولا هو المعيار الفاصل في حسم هذه المعضلة فرغم دعم روسيا والصين لمادورو إلا أنهما لن تستطيع تعويض النقص الحاد في إراداته حيث تستفيد كاركاس من تصدير القسم الأكبر من نفتها الثقيل لأمريكا بينما القسم الباقي يذهب سداداً لديون على شكل قروض سدانتها من موسكو وبكين وهي النقطة الحاسمة التي تحرك على إثرها آلاف الفنزوليين للخلاص من أزمات اقتصادية خانقة تنبئ بثورة جياع أعتى من التظاهرات الحالية التي يقودها جوايدو ترجمة نانسي قنقر